بالله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله من مطبخ بوساج لعنبي جتلكم أحلى الوصفة شربات لجي روعة بثلاثة حبات ليمون صغار تعمل لنا تقريب ثلاثة إطرات يعني زوج إطرات ونصف هذه الوصفة حطها في عينك ضوق وبنة بسم الله ما شاء الله بيتامين سي يعني من نوع نوع الرفيع أحبائي كما نعرف الكل في أي وصفة فيها مقادير فيك في التحضير رحوا نشوفوا بعضنا كيفية التحضير والمقادير رحوا نشوفوا يلا رحوا نشوفوا يلا رحوا إذن هنا عندي في طاوية العمل ثلاثة حبات ليمون أو قارس كنت محتفظ بهم بالاليمنيون في التلاجة في الأسفل عندهم شهرين يعني بالضبط مزالوا كما راهم يعني الناس اللي خسرت لهم ممكن القارس اللي شراوه يكون من الأول خسر إذن أنا عندي ثلاثة حبات قارس نحضرهم من اليوم هذاك ونحضر المبشرة هذيك لتبشر أو تبرش يعني نحطهم هنا نحضر إيناء أو نحضر طبق ونحضر هذيك الاراب ونبدأ نحي مبشور ليمون أو زيست سيترون نحيه بالطريقة هذه وكل كعبة قارس نعملها كما هكذا كما تشوفوا القارس طينا راوه مغسول في الأول ومنشف ومحتفظ به بلالي من يوم يعني نضيف فيه يعني نستعمله مباشرة أنا ربي الحبة هذي وربي قارس كامل ونرجع لك بعد ما نحكمه بشهور جبت القارس وقسمت كل الكعبة على النصف حقضاء ونجيب العصارة اللي عنده عصارة يدوية هذي ولا عنده هذيك الكهربائية تكون أسهل أنا عندي يدوية فقط إن شاء الله نشروها يعني في الأيام القادمة ما شاء الله ونبدأ نعصر القارس تيعي شوفوه رو بسم الله ما شاء الله داخل رو ما هوش فاسد وما هوش خاسر يعني فيه الماء جاء ولا أروع يعني هنا ثلاثة حبات وزنهم حوالي 250 غرام جابوا لي تقريب كاس قارس مع صور ونحتفظ بهذاك القارس اللي عصارتها نحطهم في الليزيس تعال المعن وهنا نعمر الكاس شوفوه تقريب كاس يعني شوية ويتعمر كاس نجيب هنا رسيبيونت يعني أو لا أي إناء نجيبوا مبشور ليمون هذي نحطوه في الأسفل ومن بعد رح نضيفوله الصكر يعني هنا صكر رح نحط مقادير يعني صغيرة يعني يعني ما هنكترش صكر رح نضير كاس صكر وربع يعني كاس وربع هذا ومن بعد اللي حب يزيد الصكر يزيد الصكر يعني هي الوصفة المضبوطة زوج كسان وربع أنا نشوفيه بالزاف يعني نقصت صكر أعملت كاس وربع فقط ونبدأ نخلط هذا الوزاست مع الصكر حتى يدبان ويخرج المات وذلك وذلك الزيوت يخرجها كامل شوفوا ويبدأ يبان صفورية القارص هكذا يعني تصبح فيه رطوبة بعد رح نجيب القارص تاعي ونحط هنا نبدأ نحرك بسباطين ما أجيب الفوية ونبقى ندوب في هذا السكر حوالي 8 حتى 10 دقائق نحرك 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 جيدا هنا حتى يصبح اكستري القارص تاعي هنا واجد نحرك بطريقة هذه هنا راني ندوب في السكر نسرع فيه باش يدوب السكر ونبقى نحرك أنا هنا سرعت الفيديو ونبعد نغطيه بغطاء يعني أي غطاء نخليه نسف ساعة يزلي يدوب ونرجع له بعد ما ممرض نسف ساعة نجينا نشوف السكر طائعي القيت تقريب داب ما شاء الله هذا الكستري تاعي تاعي رح نضيف له اتر تين ونس من الماء أنا ضيف اتر اللول ونحرك ونضيف لليترات ثانية كل ما نصب بالماء نحرك بالفوي هذا حتى السكر التي يبقى لكم الحبيبات الآخرين يدوب تماما نضيف لليترات ثانية ونضيف زوز كيسان تعمى ساعة الكاس 222 ملي لليتر يعني نضيف 2 لليتر ثلاث ونصف هذا نجيب نضيف نصف نعقة صغيرة ونضيف الضوغ بسم الله ما شاء الله لتخلع الخطوة يدبر رأسه يعني تعطيه الضوغ ما شاء الله ونبقى نحرك هذا حتى تتمزج كل مكونات مع بعض ونجيب الحليب الحليب حوالي ثلاثة ملاق شوف نضيف ثلاثة ملاق ثلاثة غير للون فقط ما يعمل للي ضوغ والو يعني يعمل للي اللون تطيعه هذا شوف كيف أصبح ما شاء الله بسبعة شربات يعني إجازة استهلاك هذا هذا حليب بالإفضال أنا حطيت حوالي ملاق تتم ملاق فقط وحطيت فيه شريح قارس كما كما تشوف ونضيف له الكستري القارس هذا فطيرون القارس حط شوية فقط باش يعزز لدوغ هذا ولي حبي حط لسيد ستريك أو حمض ستريك نرس ملاق صغيرة يحط فلو ذلك أنا محطيت فيها الأسيد ستريك ما كانش مشروب ما فيه حمض ستريك هكذا يكون القارس واجد بسم الله ما شاء الله يعني الضوغ روعة لرمضان تحضيرتها إن شاء الله حتى يعني في الأيام العادية لملا ولكن نحن صائمين نشهوا الشربات القارس لأنها طبيعية مخدومة في البيت ما فيهاش يعني هذيك الإضافات أخرى اللي تمرض فيها إلا يعني الصكر الصحيح هو يعني صكر خطير على صحة الإنسان ولكن نقص نقص فيه واجينا الشربات بسم الله ما شاء الله نجيب هنا القرعة ونجيب هنا البريخة داك اللي حطت فيهم القارس ونبدأ نحط في الكؤوس هذي نحط من عمرهم كامل هنا شهية طيبة إن شاء الله يدخينا رمضان يعني بالهناء والخير وكذلك نذكركم فقط رمضان دايما نقوله ما هوش تأكل وشرب فقط لأنه لأنه رمضان سنقرب فيه ربي عز وجل أكتر فأكتر فأكتر مثل القرآن القرآن نقرأه كل يوم حتى من غير رمضان ولكن في رمضان نكتر ونكتر لأنه الحسنة تضعف ونذكر ربي عز وجل نقيم الليل نصير تراويح ولابد من هذه الأمور كامل ولكن لا ننسى نعمر بطون حتى البطون نعمرها لكي نكافح ونجاهد ونقدر نصوم رمضان لأنه البطن التي تأتي لن نقدر لن نقوم بإعبادات وربي قال كولوا واشربوا يعني الناس تأتي وتقول رمضان ما هوش تأكل وشرب نقول ربي قال كولوا واشربوا من الفجر إلى المغرب سبحان الله المهم أحبائي مع هذه وصل الشربات قال إلا نقولكم ربي يحفظكم يبارك فيكم إن شاء الله ربي يتبتكم جزاكم الله كل خير تحياتي لجميع لا تنسونا من الدعاء كما لا ننساكم من الدعاء والدعاء والدعاء الدعاء لإخوانكم في غزة إنهم مضطهدون ادعويلهم يا خوتي يا ابنتي يا أولادي دعويلهم حتى آخر مق مقينا نقولكم سلام عليكم ولا تنسونا بلمس لإعجاب ترجمة نانسي قنقر